ايه المشكلة او ايه الحل مع ولاد النادي الاهلي ولما بنعرض اي فيديو على سبيل اللوم او العتاب لأي حد من ولاد النادي الاهلي بتبقى صعبة لانه اولا الناس دي لعبت في النادي الاهلي وصنعت اسمها من خلال النادي الاهلي افادت النادي الاهلي كتير واستفادت منه كتير جدا اكيد علاقة متبادلة ومرانت واشتغلت وهتشتغل والمفروض بتشتغل كده لما يكون ده موقفهم من النادي الاهلي في لحظة غضب عشان نتيجة مباراة وتبدأ تضرب في النظام نفسه وتبدأ تطالب وهما لعيبة كانوا تطالب انه اللعيب الفلان والعلان والعلاني لازم ان يمشوا وهنا انا بخاطبهم هما كان مدربين هو انتو لو موجودين في الجهاز هتمشوا الناس دي في وسط الموسم وتلعبوا مين نموذج من هذه النماذج اللي تستحق مننا اللوم والعتاب الكابتن سامير كامونا والكابتن محمود ابو الدهب لانه كمان الكابتن محمد فاروق ربما يكون تخطى مرحلة اللوم نشوفه انت لازم لعبة تمشي زي محمد هان زي كريم بانون ميشي ميكسوني هيمشي بيرستاوي يمشي بتتكلم في ثلاثة اربعة لعيبة هوا في حد من الملعب الثاني النهاردة كتب؟ حسين الشحات عايز يجدد بفلوس كتير ممكن ما يكملش بتتكلم في خمسة ستة لعيبة لو جبت مكانهم خمسة ستة تقال النادي الآلي يمشي يعاني يه دو ما انتقفش لو مستقف ما زادش يا كامونا يمشي انت محتاج فرقة كاملة في النادي الآلي ما كانت ا العيبة يا حبيبي مانتا خد نوم ما اشي خدتم بس الاداة مكنش جايبة الادا مكنش جايبة يا فروق ايو عن تفتكر احنا عودين النادي الآليب كويس الشكل الفني مش كويس الشكل الجمال يا محمود كمان وطريقة اللاعب والنجومية والفاولات والاسست تكلم فيه دوطه عشان هو دلوقتي الامور مش جايدة لكن هو النادي الآلي من غير النادي اخت دور يعني كابرة يا فروق الاداة من سيء الى اسوأ يعني هو يعني هو تعرف لو المشكلة انك بتتكلم عقب مباراة انت متضايق احيانا الانسان يلتمث العزر العزر لكن انا مش موافق شط بلعيبة كده لانت كنت لعيبة كنت بتجيده وتغلطه وتصيبه وتخطئه ما كنتش هتقبل حد هتعمل معاكم كده يعني وكنت بتكسبه بطولات وبتخسره بطولات فيه ايه طبعا لكن هم كمداربين كمان وانتو ناس كلمتكو لانتو بقى بامزان لان انتو في برنامج عارفين طبيعتو ايوا اطلطيش في النادي الاهلي ولا اعفي الكابتن محمد فاروق لان انا عمال اتابع فيه عشان الاقي له عزر لكنه بقاله حلقتين تفوق على نفسه اعلانها صراحة انا معوى للهد في النادي الاهلي يعني الناس هتصدقني لاني مثلت النادي الاهلي وانا مش هقول عليه ابن النادي الاهلي كابتن فاروق مرضاش جدد وراح تركيا وصمم ولما لم يوفق المرضاء ولما صمم وراح تركيا ولما يوفق كلم الكابتن على عبدالصادق وكلمني عايز يرجع وسافرنا له احنا اللي اتنين تركيا وبقينا في مفاوضات صعبة جدا مع النادي التركي عشان يرجع ورجع النادي الاهلي هل حافظ على النادي الاهلي سؤال حيجي واحد يقولك هو يعني عشان بينتقد لا ما هو يقول لا بتنتقد وانت معروف انك بتنتقد ليه ومين اللي بيمول برنامجك وكل برنامج ده كله على بعضه طالع عشان غرض معين افشال مجلس الإدارة تحدي وكابتن الخطيب بصفة خاصة ضربا في النادي الاهلي لحساب معروف الممول وانت تعلمه ويطلع بس بازكة بشكل اللي فيه اكثر زكاء مش مباشرة اسلام صادق يصديف الناس يسألها الاسئلة المسمومة عشان يحصل على اجابات اللي هي بتضرب في مقتل كل مرة كل مرة كل مرة في اللعيبة وفي الأداء وفي التعلم خلاص الاهلي ده اسوأ نادي في الدوري مع اني بالأرقام ورناكو حتى بهذا السوق اللي احنا مش معترفين ولا مقابلين ان يبقى الاهلي يقدر يفرط خدف مطشات مضمونة بالشكل ده من مواقع الاستحواز والفرص الا انه لا الاهلي ما يتعملش كده خصوصا من أولاده وخصوصا انا مش حلوم بالكابتل اسلام مفهوم طول عمره هو توجهه هو راجل طبعا ممنهج ازاي لكن انا اكلم من ارتدى فنلة النادي الاهلي وتمتع بالنجوية ولما احتاج النادي الاهلي بعث له مدير الكورة ومدير التسويق علشان يلحقوا يرجعون النادي الاهلي ويدولوا قبلة الحياة ويرجع تاني يكمل فالاهلي ما استحقش منكو كده يعني عايزين يعني نتقي الله في النادي الاهلي مش أكتر من كده كلنا اي ما هذه الامانة اللي أنا قلت عليها كلنا وانا يعني احيانا يقول لك يا سيدي كويس ما نخايف عن النادي الاهلي وانا عارف ان بعض الناس من اللي هم فيهم قصوة خايفين جدا عن النادي الاهلي بس هم مستدرجين من غير ما يحسوا انه يحطوا النادي الاهلي فريسة سهلة ها للهدف النهائي ازاي ازعزع الثقة فيه وهز كيانه عشان ما زي ما بيقولك يعني وقف كذا يعني وقع الاهلي مش عايزين يبقوا يستخدمونه في هذا الغرض احترام الكامل لكل واحد بيحب الاهلي وزعلان عن النادي الاهلي وبينتقد النادي الاهلي ولكن بقوله خلي بالك وانت بتعمل كده ما تديش فرصة لغيرك انه يستند اليك ويحس بتخليك عن الناديك عشان يتجرع عن النادي الاهلي بالشكل ده